غير وارد لكنه متوقع الحديث هنا عن الحل العسكري في اليمن بالنسبة للأمم المتحدة فإن هذا الحل مستبعد كون طرفاء النزاع وفق مبعوثها مارتين غريفث ملتزمين باتفاق سوكهولم كمدخل للحل السياسي إلا أن وقايع الأرض الحوثية تشير إلى إمكانية نشوب الحرب في أية لحظة فبالتوازي مع تصريحات المبعوث الأممي المبشرة بإمكانية الحل السياسي كانت ميليشيا الحوثي تحشد مقاتليها إلى منطقة الجبلية بمديرية التحيطة في الحديدة وشهدت الآليات العسكرية تدخل تلك المنطقة في الوقت الذي أحبطت فيه قوات الجيش هجوما حوثيا على مواقع عسكرية وشهدت الأحياء القريبة من شارع الخمسين بمدينة الحديدة مواجهات متقطعة الخلاف حول النقاط العملية في اتفاق السويد لم يحسن بعد رغم مرور ثمانية أشهر على إبرامه ولم يتم التوصل تفاهمات حول من سيدير الأمن المحلي للحديدة وموانيها وكيف ستظبط أمور عائدات الموانئ وهو ما يؤكد أن الوضع سيبقى على حاله رغم هروب اللجنة الدولية من حر البر إلى هدوء البحر التناقض الميداني مع التصريحات الأممية ينذر بتعقد الطريق المؤدي للحل السياسي ويصعب من أي حلول جادة وهو ما يجعل تحذير غريفث من خطورة الحرب على تكزية اليمن مجرد حديث ممل على هامش السلام الهش الذي تصنعه الأمم المتحدة بتكرار أخطائها كما يقول مراقبون وفي مقدمتها الاستمرار في تدليل الحوثي على حساب بنود اتفاق سكهولم وطريقة أدائها المخالف كما تؤكد الحكومة لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات الخاصة باليمن ترجمة نانسي قنقر